يحاول أصحاب هذه المنازل تصريف المياه التي اشتاحت دورهم منذ منتصف الليلة الماضية لكن دون جدوى نتيجة تحول مياه الأمطار إلى سيول ما تسبب بغرق العديد من الأحياء السكنية في جانبي مدينة الموصل كل سنة نحن نضرر من وراء الفيضانات لا مجاري يجون لا أهل البلدية لا يدحقون على الناس أحياء أخرى لم تستطع منازلهم مقاومة هذه الأمطار ففي حي المأمون الغربي الموصل غطت السيولة معظم المنازل مضطر الأهالي باللجوء إلى الأسطح لكن سرعان ما غمرتها المياه لترتفع صيحات الأهالي بالإغاثة ورغم فرض حظر شامل للتجوال في نينوى إلا أن السيولة والأمطار والفيضانات دفعت سكان المحليين للخروج من منازلهم وإجلاء العائلات إلى جارب القوات الأمنية طلعنا العوائل من جوة العوائل الغرقانة كل شيء تستريتش طاقة سبل الشفرات والشرطة وإحنا مين عنا نطلع نساعدهم العوائل طلعناهم من جوة زيان هذه الساعة منعت جوال أثنيا هاي الأزمة وهاي الوضعية وهذه الأمراض زيان هاي الأمراض للأوبيئة خلي يجون يعالجون هاي الوضعية يعني كل سنة احنا هاي معاناتنا وين خليت الأزمة؟ خليت الأزمة المفروضة من الصبح تيجي تنقذ العوائل من الساعة وحدة بالليل لحد الآن العوائل فوق الاصطوع والمطر عليها كميات الأمطار التي هطلت تقدر بأكثر من 100 ملي متر مكعب والتي اعتبرت أكبر كمية من الأمطار ضربت محافظة نينوى خلال الأعوام المنصرمة من الموصل قاسم الزيدي التغيير